حتى الجزء الثاني على الأقل فما تحرك أي بدأوا يتحركوا شوي بدأوا يتحركوا خاطر الضغط كثر إنه مجلة صرف وجدت هذي ساعة خلينا نبدأوا بي إنه نعطيه بعض النقاط الإيجابية إنه تعاملت مجلة صرف حاجة مهمة إنه على الأقل توا ولو إنه الإطار رو خايب شوي خاطر اللي تعديه بدار الزيفة ما صيرهم بعض رو خايب دونك أنا معاه مقترع محمد تبدل دار الزيفة بدل العتبة فهمت خاطر عتبتها خايبة شوي دار الزيفة تعديهوا العتبة هذية ونمشيهوا للمضمون جيد المحور الثاني محور باهي مجلة الصرف من مجلة الصرف والمحور التاسع أو الثامن اللي هو المشكلة إنه تحس كأنه بدنا نوصلوا للأخر بدأت العقوبات ولا قانون عقوبات ما عادش قانون صرف ثلاثة تقريبا يعني شابيتر الأخر شابيتر الثمانية وتسعة اللي هو فيه من الفصول من تسعة وعشرين تقريبا حتى الثلاثة وخمسين كلها إجراءات ردعية وإجراءات متاع كي تعمل تضييق أكثر تضييق وليسانكسيون معناها العقوبات العقوبة الفلانية العقوبة الفلانية معناها ثلثة عقوبات وإحنا حاجتنا بتحل اللعب معنا مش دفع الاستثمار لا استثمر ورد بالك استثمر ورد بالك هذي صورة ياسين وفي دك حجرة في دك برشة حجرة في دك يجي ثلاثين حجرة من تسعة عشرين ثلاثة وخمسين نحسب قدش من خوفك أكثر من يتمن يخوف هذي المشكلة والحاجة الأخرى اللي هي الحمد لله ثقافة ونسية وحفظنا عليها احنا في مجال تصرف هذي اللي هو كل قانون هابتو يزم خليه الوكال المنين دي من نجمدك من خليك تتحرك في هذي البنك سنترال اليوم تقرأ الارتكل يعجبك محليا بعد جي تقرأ في الأخر استانى السيركولير متاع البنك سنترال والبنك سنترال هو اللي يحدد هو دجاه حتى من الارتكل من الفصل السابع من الأول يقل كراء هذي الكل في الفصل الرابع يقل كراء البنك سنترال هو شارجي في تنفيذ القانون هذي الكل وطبعا بيش بشي شارجي بيش بشي نفذ باللي السيركولير اللي خارجه المناشير اللي يصدر على البنك المركزي دهكنا كي نلقى إجراء باهي وجايد نقعد نستنى بعد البنك المركزي السيركولير متاعه يتماشى ولا ما يتماشيش انتي وتقس انتي وتقس انتي والفلوس وقتها هو رو يمكن يكون مفهوم لأنه هما حذر هكذا شوية خاصة في الفترة هذه رو من 72 من قانون عام 72 قانون لـ 2029 حل اللعب الخوف يعني كلمة السر في هذي الكل هو هو الخوف على مخزون تونس من العملة الصعبة ولكن كي تقرأ تلقى أنه الخوف مفرد لأنه عندك إليات أخرى للرقابة معنى عليش هكا أنك تحاول أعطي ثقة وبعد حاسب أعطي ثقة ولأ عليش من لول ديما احنا هني قلت لك ديما نعمل قانون به وديما نجي وقت اللي يذكر اللي ربما ما يخرجوش حياتنا لكل نقض ونستنعو فيهم أو اللي يصيروا كلير هذو ما اللي هما مقايدين وقت لما أنا نحب نحل نحل وقت ما نحب نسكر نسكر شكون يقرر وقتها كيفاش سياسة المالية هما تعرف يعملوا هنا ترفع ليش أي من حاسب رايب شي خفوا لا بقى المحاكم يقول لك هكا من لول نحف دينا بش ما يقولش بادي بل بزونا نتعدي المحاكم لا لا فرف العالم من كل الكحالين لشنا هم وصلتهم عن المحاكم يعني لا لا هذا الحذر المفرد اللي موجود فيه كل مرة نعملوا فيه قانون صحيح سوادي زون ثوري يعني ديما ديما عندك كالصورة متعويه بشي جنح وفما رابتين فما سلسلة فيها واحدة كركوبة حديدة كبيرة ديما تشدك معناها تخليك سبتلق حت في مخك ديما انه راو مش علي كيف ما تنجبش تطير على خاطر راو فما إجراءات تثبتك اليوم وتخليك انه ما عندكش الحق تتحرك ما عندكش مارجة منوفر كبير فيه ظل اللي قاعد ساير وراو مهما يكون هذه نقطة نختم بها مهما يكون هذه إجراء جيد ومحليه خطوة وخطوة إلى الأمام راو يلزم يكون فيه إيكو سيستام كامل راو يلزم يكون فيه منظومة كاملة تشجع على الاستثمار تنطلق مش هادة التعريف هذيك بالأمضى اللي تبدأ فيها من البلدية واقفة تاخذت ستة أيام بش نجم تعدي ورقة واحدة بتعريف بالأمضى وانتي ماشي للكود شانج هذي راو الكود شانج هذي وحده ما عنده ما يعمل في إيكو سيستام مخارب في برشة جوينب من